أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن إنجاز كافة الاستعدادات اللازمة لإستقبال النازحين من قضاة اللعفر بعد يوم على انطلاق عملية تحريرة بما أكدت أن فرقها الميدانية تتواجد في مراكز الاستقبال المخصصة لإجلاء النازحين ونقلتهم إلى مخيمات تم تخصيصها مسبقا في جنوب الموصل مجلس محاضرة نينا وأعلن عن وجود نحو 100 ألف مدني محاصر في قضاة اللعفر يتخذهم تنظيم داعش كدروع بشرية لحماية عناصر ويعاقة تقدم القوات الأمنية وطالب المجلس القطاعات المحررة بالحفاظ على أرواح هؤلاء وجعلهم من أولوياتهم والحسن عن هذا الموضوع نضمع هنا في الستوديو الدكتور فاضل غراوي عضو مفوضية حقوق الإنسان حكرا دكتور ناس هياك الله من جديد دكتور وقال ما نبدأ أرجع أبارك لك عودتك للمفوضية حقوق الإنسان إن شاء الله ربي استكمال المسيرة إن شاء الله شكرا لكم شكرا تهانيكم إن شاء الله دائما في كل جمعاتنا عراقية هياك الله دكتور شنو اللي يختلف بعد معركة تحرير الموصل عن باقي المناطق الكلام دار على أنه الستراتيجية المتبعة مع النزوح ومع إخراج المدينة يختلفت بالفعل اختلفت بالفعل قل الضغط على الجهات المعنية بتقديم المساعدات للنازحين قبل ما أروح لدي سروية اللعفر يعني الإجراء كان أكو ضغط كبير جدا في موضوع الاحتياجات الأساسية وبتالي الاستجابة الإنسانية كانت استجابة معقدة خاصة أن الأماكن اللي طلعوا من عندها النازحين صعب كانوا يستقبلون مثلا هذا الكم من الموجات اليوم هي كانت أصلا المعسكترات مكتبة أكو إشكالية في موضوع المساعدات الأساسية للنازحين وبالتالي كانت هذه الاستجابة هي التي تربك المشهد حتى أربكت المشهد الأمني بالتالي حتى اليوم التكتك في كل لحظة كان يتغير بسبب وجود العديد من النازحين كان هناك قرار أتخذ وهذا القرار كان هو الإيجابي أنه نقل قسم كبير من النازحين باتجاه الساحة الأيسر استضعفتهم في هذه الأماكن على الأقل يقلل ويخف يعني النزوح يكون داخل المحاول أفضل من يكون أن تنقل النازحين في أماكن أصلا غير مهيئة جيد دكتور بس إذا سمحت لي العدد الذي يوصل بعد معركة الموصل للنزوح يصبح بسبعمائة ألف وهذا الرقم صحيح كان الرقم المتوقح هو مليون ونص بالتالي التهيئات المليون ونص من يجي الرقم لنصف هذا العدد يعني في هذه الحالة تقديم مساعة سيكون ناسا لأنه المفروض أنه مهيئ لنزوح مليون ونص لا هو ذكر أرقام مليون ونص لكن لم يهيئ استعدادات كاملة المليون ونص كانت الأولوية تتعلق في الجوانب الإنسانية أساسية نعم وكانت الأولوية أمنية لكن الاستعدادات اللوجستية الخاصة في موضعة الاستقبال والاستيعاب للموضوعات النازحين لم تتهيئ بشكل كامل وبالتالي كانت هناك مشاكل واضحة إحنا كان عندنا نازحين سابقين قبل معركة الموصحة عندما استضافوا النازحين جدد إحنا اليوم كانت تستخدم أربع أشخاص استقبلت عشر أشخاص والمساعدات التي تقدم للأربع صارت للعشرة وبالتالي تفاقمت المأساة الإنسانية داخل نفس المخيمات وهذا الذي دفع البحث عن بديل هو بحث عن الاستضافات جيد دكتور قبل البديل المخيمات اللي كانت تستخدم لمعارك صارت تقريبا قبل ثلاث سنوات أو سنتين صارك ضعف بإفراغها ورجاعها للمناطقهم حتى تكون مهيئة للاستقبال النازحين للمعارك الجديدة أغلب المخيمات التي أقيمت هي كانت في أطراف المدن قسم من المدن أيضا تعرضت إلى موضعة الدمار على إعصابات داعش رهابية البيوت تفجرت وبنى تحتية تهدمت وبالتالي كان من الصعب جدا أن تعيد النازحين إلى هذا الأماكن هذه الأماكن لم تفرغ بالكامل يمكننا قسم من الفقط اللي بأطراف الأنبار فرغت وتم استيعاب أطراف الفلوجة باتجاه النازحين خاصين بنا في قضية الموصل لو كان أكو مثلا تخطيط أمثل لوضع كم كبير من المخيمات لكن استقبلنا هذه الموجودات بدون إيرباك اليوم أكو عندنا إيرباك الآن في اليوم اليوم في السلامية الثنين في المناطق اللي هي بأطراف القيارة اليوم إذا توصل مساعدات بشكل مساعدة غذائية واحدة يعني اليوم عندنا وجبة غذاء واحدة لكم كبير من النازحين السبب شنو اللي صاير السبب أنه هذه المعسكرات ما مهيئة لمعسكرات استقبال دائم بالبديهي تفكير تفكير سطحي أنه أنتظر تجيهم مساعدات لو أهيئ لهم الأمور المعيشية من طبخ وغيرها داخل المعسكر وهو قلت لك الأهمية في أساسين الأهمية بالحفاظ على حياة المواطنين وهو الأهمية القصوى والأهمية باستمرار العون الإنساني أنت ما معقول اليوم أنت تنقض المدني وتنطيه فرصة حياة جديدة لكن أنت اليوم تنطيه مثلا بأول يومين وباقي يومين الباقي الأيام كن هو يعيش أو يرتب أو يتحيش وهي ما بتوفرها تحاولها من الموت السريع بعبوة بصاروخ بقناس تحاولها إلى الموت البطنة ولهذا استمرارية الجهد الإنساني هي العقدة في موضوع التقطيط في موضوع التنفيذ في قضية النازحين الاستمرار يعني أن هناك اليوم الفرق التي تقدم هذا الغوث موجودة على الأرض ابتداء والمساعدات مستمرة اليوم المنظمات المرجعيات الدينية المواطنين العراقين وكالات الغوث الدولية ووزارة الهجرة المنظمات الدولية يجب أن تكون هناك تكثيف في موضوع استمرارية هذا الغوث حتى نخفف اليوم من تريد تطي مساحة للمعركة حتى تاخد أدوارها يعني أنت اليوم قال على القوات الأمنية مشهدين مشهد إنساني ومشهد أمني فأما يروبك عند المشهد الأمني وهذا يكون يمثل خرق أكبر باعتبار هو ده يحاول ده ينقذ المدنيين ويخلصهم من يد عصابات العشرابية ومن نفس الوقت تلقي عليه مهمة أخرى باعتبار الغوث الإنسان هو هم ده يقوم به بالتالي اليوم هذه الفرق يجب أن تتحرك بهذه الفترة هذه الفترة جداً حرجة وجداً مهمة الصورة تتذكروا أنه من بداية النزوح نحن متواصلين بحلقات تقريباً هذا نفس الكلام ينعاد الأخطاء اللي موجودة بالتعامل مع النازحين من خلال استقبالهم ويواءهم من خلال عودتهم شلو اللي يخلي هذا الكلام لحد اليوم صانت ثلاث سنوات إحنا يمكن سنتين ونص نتعامل بهذا الكلام لكن ماكو الأخطاء نفسها باعتها باقية المشهد لا بد تغير إحنا دا نتعامل مع قضية النازحين بمجملها في قضية ردة تفعل اليوم صارت عندنا تلعفار إحنا شلون اليوم نفكر نطلع المدنيين نحطهم في مكان مواقعات والمهم هي المستجزمات ما نفكرين مثلاً هل اليوم راح تستمر فترة النزوح بتلعفار موجات النزوح جد بمقدارها المعين حتى نستقبلهم شلو المساعدات اللي ممكن نتأمل لهم مثلاً قد تكون مثلاً اليوم عدنا شهرين ثلاثة شهر ستة شهر سنة زمان جد احنا عدنا فترة نأمل هذه التفاصيل في هذه المعسكرات لم نأخذها بمنظرها تعاملنا مع الموضوع في ردة فعل آنية وردة الفعل آنية حملتنا بالثلاث سنوات الماضية معاناة كثيرة بالنسبة للنازحين يعني دياب التخطيط والستراتيجية أكيد وبالتالي أيضاً القرارات المتعددة يوم لجنة عليا للنازحين يوم مزارة هجراء اليوم لجنة محلية للنازحين والتالي اليوم امتداخلت القرارات أشهر بدون مفوضية حقوق الإنسان وأثرت كذا يعني حتى المفوضية أيضاً كانت إلى دور كانت إلى دور ويقول بقى تشهر نعم كان لهم طالبات تطلب من المجتمع الدولي تطلب من المجتمع الإنساني اليوم احنا خلنا نفكر بصوت عالي اليوم عندنا قضية طلعفر والموجات بدأت تتراكم اليوم وكم شبير المخيمات الآن المخيم الوحيد اللي هو بأطراف تلعفر اكتظ من اليوم وإحنا بعدين ما داخلين بالمعركة الحقيقية اللي هي داخل مدينة الموصل دكتور الأرقام اللي عندكم يقولون أنه باقين عداد العوائل هم عداد عوائل العناصر المنتمين لداعش وعددهم قليل اليوم مجلس محافظة يقول ميتالف مدني موجود الرقم كبير لا هو الأرقام إحنا بالأرقام ما في عندك دقة الآن بكل الأرقام سواء بالنازحين سواء بالمدنيين الموجودين داخل مدينة العقار لكن اليوم اللي يثبت هذا الادعاء أنه اليوم عصابات داعش رابية كل شخص دي يحاول الفرار من الموصل دي يكون مصير القتل وبالتالي إذا كان هم عوائلهم ليش دي يتخذوهم تكدروا مدنية بغية يقاف تقدم القوات الأمنية هناك العديد من المدنيين ما زالوا محاصرين تدروا بشري من عقب العصابات داعش رابية القوات الأمنية فعلت خيرا عندما ألقت منشورات للمدنيين وأشارت لهم بالممرات الآمنة وإمكانية إنقاذهم من هذه الممرات وفعلا قسم من المدنيين خرج عبر هذه الممرات اليوم نحن على أطراف تلعفر المعركة الداخلية المباشرة لم تبدأ لحد الآن إذا بدأت هذا ينذر بتزايد الأعداء نعم أكيد من أطراف تلعفر الآن هي التي نزحت وأعداد قليلة جدا من الداخل التي نزحت عبر هذه المنبرات والمنطق يقول المركز ويحتوي على أكثر عدد من أطراف أكيدا وبالتالي الموجة رح تكون موجة كبيرة جدا من الممكن الآن الإشارات التي طلبت من المدنيين في البقاء في دورهم في إمكانية استضافتهم في أماكن أكثر أمنا قريبة لمدنة تلعفر قد تخفض هذا موضوع مهم حسب التقارير الموجودة هذا القضية يمكن كان ذروة الطلب من المدنيين البقاء في منازلهم كانت بالموصل دجحت هذه الستراتيجية المتبعة بهذه الطريقة دجحت بالحفاظ على المدنيين لو كانت لا يعني شدة المعارك خلتهم بمأزق أنه لهم اللي يطلعوا قبل المعارك ولا قدروا يحافظوا عليهم بداخل منازلهم المعركة هي اللي فرضت حالها المعركة بساحل الأيسر اختلفت عن الساحل الأيمن بشكل كبير جدا اليوم أيضا في تلعفر سوف تختلف المعركة طريقة الجغرافية للمنطقة نفسها منطقة صحراوية بعدين تيجي منطقة بساتين بعدين منطقة التلال أيضا هذه المناورة الجغرافية تسهل إمكانية الحفاظ على حياة المدنيين اليوم من عطي القار النزوح الأكبر حدث في الساحل الأيمن باعتبر أنه ماكو منفذ آخر لكن الساحل الأيسر بقر عديد من المدنيين وين محافظين على حياتهم داخل الساحل الأيسر يعني طب طريقة جغرافية المنطقية يتحدد نجاح أيضا نعم باعتبار اليوم كل ما كانت المنطقة بيها ممرات أكثر تساعد على الحفاظ على حياة المدنيين لأنني تريون إذا ما كنت مهيئ لهم أي أماكن وما كنت قادر على حمايتهم داخل هذه الأماكن بنفس الوقت تطلب منهم المغادرة لا بالعكس ستكون إجراءات غير مدروسة الإجراء الأفضل الابتعاد عن تواجدهم في مساحات تتواجد في أعصابها دعشة رابية الذهاب في الدور المؤمنة استضافتهم في المناطق القريبة أيضا المؤمنة وإذا ماكوا أي طريق من الممكن نقلهم عبر هذه الممرات إلى مخيمات النازح زين دكتور بقضية الجهد الدولي الجهد المنظمات الدولية الكلام بدأ يقل عننا هذا الموضوع الحد ما تقرير وصل إلى شبه اختفاء حتى كانت تجي طيارات تحمل سلات غداية هذه الطيارات اختفت الأموال التي تقدم للجان والمنظمات الداخلية الحديث عنها تقريبا انتهى بالفعل الجهد الدولي بدأ يقل حد ما وصل إلى خلينا نسميه إلى صفر أو شابه إلى صفر يعني تعكز الجهد الدولي على مفردة أنه هناك التمويل من قبل الدول بدأ يقل وبالتالي هذه المشاريع عبارة عن تمويلات دول منتمية للأمم المتحدة وبالتالي إذا استعرضنا الإطار الآخر ليش دول أخرى تقام لها مثلا في سوريا مثلا وقيمة مؤتمرات للدعم الإنساني وهذا سبقتنا بسؤال لأنه اختلف بس على العراق لو بقى الدول نعم بالضبط هو ما مختلف عن بقى الدول اليوم العراق لأكثر مرة طلب عقد مؤتمر المانحين وهذا الموضوع صار لثلاث سنوات وين المؤتمر وين المشاريع الأساسية على هذا المؤتمر هذا نفس دكتور اللي يفتر بين البحر الميت بالردون وبين الكويت حتى الآن لم يعقد مؤتمر المانحين يقدم له جهد الإنسانية اليوم بالدليل اليوم نحن نعيش هذا المأساة الإنسانية إذا نريد نستنهب المساحة الإقليمية الشعور العربي في المأساة الإنسانية العراقية الشعور الإسلامي بمأساة الشعب العراقي الموقف الدولي حتى الضغط بالموقف الدولي اليوم أيضا نحن نكون سؤولية على الحكومة نحن اليوم يجب أن نكثف جهودنا وبنيان علاقاتنا اللي نستثمرها في موضوع نقل المعاناة وإظهارها للعالم وجلب هذه المساعدات لأن اليوم ما معقول أنه أنت تتقود معركة وعندك خلل في الجنب الإنساني دكتور بس إذا سمحت لي يعني من خلال علاقاتكم صداقاتكم الناس اللي يتواصلون إياها لازم يعدهم أسبابهم اللي يجون يتعاملون مع العراق بطريقة ومثلا أنت ذكرت سوريا بطريقة أخرى نعم القضية السياسية قد تنبع على عدد مرتكزات قد تكون هناك مصالح سياسية قد تكون هناك العلاقات الوثيقة والامتدادات قد تكون عملية التخطيط والأسلوب في عرض هكذا مواضيع اليوم العراق الآن أصبح له عدة منافذ الآن العراق لا هس هذا الاستعادة بس قضية قطعها ليش وصلت لمرحض القطع والتقليل لا قطعها لسبب ذكر من قبل الأمم المتحدة الأمم المتحدة ترتكس في تقديم المساعدات للدول على مساهمة الدول في صندوق الأمم المتحدة الدول قلت مساهماتها في هذا الصندوق بس إذا سمحت لحتى تكون الصورة واضحة هذا عذرهم هذا هم اللي هم طلقوا لكن هذا العذر من أجل أقارن بين العراق وسوريا قللوا على العراق سوريا مستمع ولهذا قلت أن هذا الموضوع هو مواقعي هو جيد من كلامك لكن ليش العراق قللوا عنه وليس سوريا باقي ممكن هنا الإشكالية الإشكالية قد تكون المساحة السورية بها تأثير الجنب السياسي أكبر هناك أدوار أخرى سياسية وخذت في هذا وعطيت هذه الصورة الإنسانية الدور الإنساني من الممكن العراق أيضا يأخذه نحن اليوم هذه الطاولة اليوم لدينا منبر جديد جدا للعراق هو نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان في جنيب من الممكن بهذا الدور من الممكن أن يعطي فرصة أخرى وكذلك في الضغط على الأمم المتحدة لنحن اليوم المعركة وصلت إلى نهايتها المعركة الجديدة هي المعركة الإنسانية شون نحافظ على المدنيين وعلى وضع حقوقهم ونعيدهم من الممكن لهذه الفترة حتى نحدد نقلل معاناتهم الأساسية جاء التأثير من يوصل خبر لهذه الجهات للأمم المتحدة المنظمات التي تابعة إلها أن محافظة معينة نحكم عليها بسجل لأنه سرق أموال النازحين لا هو تدري بفترة طويلة الآن الأمم المتحدة غيرت سلوكيتها في موضوع تقديم العون الإنساني كان تعطي على شكل أموال الآن تعطي بالعراق تعطي هذا المشاريع بشكل مباشر وبالتالي لفترة طويلة كان هناك تقديم هذه المساعدات الأساسية نعم ساعدت كثيرا في الحد من المعاناة لكن يفترض اليوم أيضا ضمن الإطار الذي اختارته هو الدعم المباشر من خلال وكالته أن تقدم دعم المساعدات يعني تحولت طريقتها ما قامت أنت أموال مساعدات جاهزة وحتى المساعدات قامت ما توصل لا بالبدأ كان تعطي مشاريع للحكومة على شكل أموال وبرامج بعدين تغيرت الإجراءات خاصة بها انتقلت إلى موضوع التقديم هذه المساعدات الأساسية عن طريق وكالات العاملة بالعراق يعني الأي أو أم الأوتشا الوكالات الدولية اليونسيف كلها هي بشكل مباشر تقوم بموضوع وضع الأولويات وتقديم هذه المساعدات من خلال إطار العمل مع وكالات الأمم المتحدة الآن هذا الإطار قلل بشكل كبير جدا بسبب هذا النقص الآن نحتاج أكبر أنه نحن نحفز المجتمع الدولي ونحفز العالم أنه يقف مع مأسات الشعب العراقي وساعدنا في هذه المحنة المحنة سوف تستمر إذا لم نستطع عودة النازحين إلى ما كانهم هم شون راح يعودون وما كانهم مدمرة يحتاج العالم تأهيل يحتاج لهم موارد اقتصادية حتى تعيشون بها ولو في فترة بسيطة نطيهم اليوم عادة بنا تحتية التعليم اليوم فقده الصحة مفقودة فبالتالي أنت تقول لها عودة طوعية وكل شيء إلى ما مهي هذا الموضوع يحتاج لأموال كبيرة وبرامج كبيرة بالمقابل القلة اللي صارت التقليل اللي صار من مساعدات الدول يسعى على مستوى الأموال أو على مستوى الشيء المجهز للنازحين من المنظمات والموجودة هنا ما قابل تعويض حكومة عن كل هاي القلة اللي صارت وكوة شكارية احنا أصلا عندنا في الجنبة الاقتصادية واليوم الموازنة كلها ما أخذتها الجنبة الأمنية وبالتالي اليوم الجهد الإنساني تأثر كثيرا في موضوع الجنبة الأمنية اليوم ودليل اليوم أنت تروح الآن لأحد المخيمات وتشوف أنه السلة الواحدة لمرة واحدة يعني أنت عندك اليوم هو سلة واحدة هي ريوق هي غدا هي عشاء فأنت ترتب حالك من الصبح الليل بهذه الوجبة الغذائية قبل يعني قبل فترة كان عندنا لا وجبتين على الأقل أني شوير مسيطرين اليوم وصلنا إلى مقدار الوجبة نحن الخوف أنه خاف حتى الوجبة الأولى كقوت يومي خاف نفقدها بفترة قادمة ممكن نصل هالمرحلة؟ طبعا إذا ماكو تمويل من الدولة وماكو مساعدات دولية بالتالي نستنفذ هذه كل الأموال واستنفذ كل هذه المساعدات وتتحدث عن موجة نزوح بمقدار أربعة مليون وخمسمائة ألف شخص من بداية حربنا مع دعاشة حد الآن أنا أجي أسمع أرقام الفساد اللي موجودة بأموال النازحين حتى قبل فترة سبع مليارات دينار أربعة عشر مليون دولار أرقام أرقام خيالية يعني الأموال موجودة وبالتالي إذا تسرق من دور رقيب تسرق تسرق المخصصة للنازحين وبالتالي كان هو هذا القرار الذي داع الوكالات الدولية بتغيير سياستها وعدم أعطاء أموال مباشرة وبالذهاب إلى موضوع الوكالات الدولية والتنفيذ المباشر من قبلها قضية الفساد والشبهات التي حدثت في قضية النازحين كثيرة جدا سواء في موضوع التقديم المساعدات أو نوعية السلة الغدائية حتى نوعية المخيمات التي تم إنشاها كثير من الشبهات حدثت فيها وما كانت إجراءات جدية ومتابعة حقيقية لما حصل من عملية استنزافة هذا أموال اللي احتاجينها الآن اليوم إحنا أمس الحاجة إليها حتى نحطيها النازح خرج اليوم من مكانه اللي ما عندها إصل مكان حتى يعيش به جيد دكتور خاني سفاوي بالدقائق لخير بخصوص تلعفر على أعتبار أن الموضوع متفاعل البعض يقول هو قضاء ما رح ممكن يسوي إشكالية مع النازحين ممكن يسوي يروح الأبعد لكارثة بالفعل تلعفر ممكن يكون بهذا الطبيعي لأمور مجهزة بالنسبة لها التالي يوم تقولهم بخيم واحد للنازحين وبدأ يعني أكتب بعد انتهى موضوع يعني استاذ هارون احنا خلينا ناخذها بصورة وضحها للمشاهد عائلة طالعة من الموت زين ما كوا مكاني قويها بيها طفل و بيها مرأة و بيها شيخ و بيها شخص دوي عاقة فتوقع هم وضعهم يعني النفس شون صاير حتى أنه احنا نقولهم والله أنه ما عدنا مكان إليكم و نحتويكم هو احنا اليوم المواطن الواحد عدنا بيها أهمية قصوى هاي المعركة كلها في سبيل إنقاذ حياة المدنيين وبالتالي ما عدنا اليوم من الممكن أنه احنا نقول والله واحد أو الثين لا المهم أنه حتى نمشي الأمر لا اعتقد اليوم كل مواطن عراقي يجب نحقق له رعاية كاملة نعم سوف تحدث موجه نعم الموجه رح يكون بها تحديات وصعوبات واكتظات وقلة في المساعدات لكن إذا المؤسسات كلها مع بعض عملت كفرق و نقول خلية أزمة الآن خاصة اليوم بمرجعية الدينية الكريمة المنظمات أبناء الوطن الكرام حملة كبيرة جدا للمساعدات من الممكن أن نوقف هذا النزيف و نساعد على دعم النازحين في هذه الفترة لحين إكمال المعركة والمساهمة في عودة النازحين طبعيا لهذه المكان جين شون ممكن نتخيل ورع القضاء هو صال 8 شهر ومحاصر يعني العداد اللي بتحدث بها بالنزوح مو نفس الكلام اللي صار منهم عوائل الدواعش اللي موجودين يتعاملوا بطريقة خاصة الكلام أنه يكون ناس مدنيين داخل القضاء و القضاء محاصر صال 8 شهر سيد هارون مو دي يصير عدنا نزوح والقوات الأمنية مع هالمؤسسات القضائية تقوم بعملية التدقيق الأمني لو كان كل النازحين الذين خرجوهم من الدواعش لكانت القوات الأمنية قبض عليهم ليش القوات الأمنية نفسهم نقلتهم إلى مخيمات النازحين هذا دليل أنه ذول المدنيين كانوا محاصرين عليهم عصابات الشرهابية يستحقون العون والغوث الإنساني وبالتالي اليوم حتى لو كانت الأرقام قليلة اليوم معركة كبيرة نحرر بها ومو بس المدن نحن جايين بمعركة إنسانية أساسية نحافظ بها على حياة المدنيين القادة العام القوات المسلحة يركز هذا الدور ويقول اليوم المعركة أساسة إنسانية السماحة السيد السيستاني يعطي تعليمات العشرين يقول حافظوا على حياة المدنيين حافظوا على حياة المدنيين اليوم بالتالي اليوم المدنيين وحياتهم حياة مقدسة مهما كانت الأرقام الأرقام ليس مشكلة أن اليوم رقم واحد ورقم مليون مدام مواطن عراقي يجب أن نقذ ونحميه مدام هذا المواطن هو مواطن بري امتحن بمحنته بوجود عصابات عشرابية واذاقة الويل والجرائم الخطيرة الإنسانية وبالتالي نعم القوات الأمنية أعطت مثال إيجابي عندما طبقت كل معايير قانون حقوق الإنسان وقانون الدولة الإنسانية وأعطت للعالم أن رسالة إيجابية للعراقيين إذا اتحدوا هم يقادرين أن يطول رسالة للعالم أن يتعلمون منهم هذه الدروس العبار كانت في العبرة الإنسانية شاهدنا بأم معين أن العراقين بهذا التوحد أعطوا هذه الرسالة واليوم ما استطعنا اليوم النازحين نستمروا إياهم لو لا أن اليوم أبناء شعبنا مرجعياتنا الدينية أبناء الوطن الكرام شيوق القبائل كان لهم الدور بدعم الحكومة ودعم المؤسسات والحفاظ على حياة أبنائنا لحين انتهى هذه المحنة وإعادتهم إلى أماكنهم إن شاء الله بالمستقبل إعادتهم بشكل كامل هذا اللي يتمنى خلينا أشكرك الدكتور فاضل غرار وعظم وفوضية حقوق الإنسان شكرا لكم سبحانه شكرا لكم مشاهد الكرام حلقتنا انتهت موعد نيوم بغدر مع السلامة